قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أنها قصفت 58 هدفا عسكريا في أوكرانيا خلال ليل أمس من بينها مواقع تمركز للقوات ومستودعات للوقود ومعدات عسكرية وضافت الوزارة أنها قصفت أيضا ثلاثة أهداف باستخدام صواريخ عالية الدقة في أوكرانيا منها نظام للدفاع الجوي بانطراز S-300 وتجمع كبير لكتيبة أوكرانية بعتادها في حين قال الجيش الأوكراني اليوم أن واتيرة القتال قد اشتدت في عدة أماكن بشرق البلاد في ظل تكثيف روسيا عملياتها القتالية حول منطقة دونيتسك كما أعلنت كييف مقتلى واحدا وعشرين ألفا ومئتي جندي روسي في البلاد منذ بدء العملية العسكرية في براير الماضي